عند حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة فإنه يكون أمام خيار مؤثر في حياته فالدراسة المناسبة ستكون مهنته المستقبلية الاختيار غالبا ما يكون صعب ما بين مؤهلات الطالب وأحلام المستقبل ماذا سأدرس؟ سؤال يطرحه الكثير من الطلبة خاصة وأن ظروفا كثيرة منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو تعليمي تلعب دورا في هذا الاختيار فمع حصول بعض الطلبة على نقاط متدنية في شهادة الثانوية العامة تنظلق أمامهم أبواب بعض التخصصات الدراسية التي كانوا يودون دراساتها في الجامعة إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يدفع الطلبة إلى عدم دراسة تخصصات معينة تكون مدة دراستها طويلة ومكلفة للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنظم إلينا في الاستوديو ميس محمد اقتصاصية التلمية الاجتماعية صباح الخير ميس صباح النور أهلا وسهلا بيتش في عنا في الاستوديو ميس بظل كل هالمعطيات التي ذكرناها بين أن الطالب يأخذ درجات عالية أو درجات واطية بالثانوية بين هو يحب أو ما يحب تنصحين الطالب وأهلا أيضا لتوجيه الطالب المتخرج للجامعة المناسبة والصحيحة إلى أول شيء أوجه للأهل لأن الأهل لأنهم تأثير كبير على الأولاد ودائما الأهل يتمنون مثل ما أمي كانت تتمنى بنتي طلع مهندسة طلعت مهندسة آخر شيء العيون ماما بس بعدين الواحد لازم يلاحظ أهم شيء الأهل لازم يلاحظون أن الأولاد كل واحد إلى ميزة إلى ابتكار إلى الذكاء خاص فلما يعرفون الطفل ميولة بالضبط ما هو الشغف مالته وما هو الابتكار الذي يبدع به هذا كل وقت لما يدخل للجامعة يدخل بالمهنة الصحيحة ويدخل بالجامعة الصحيحة ويدرس الدراسة التي هو فعلا يحبها فأكو امتحانات التي شركات كبيرة تسويها بس تسويها عند التوظيف اللي هي سموها Psychometric Test اللي بالعربي الامتحان النفسي تحليل النفسي هاي شنو أهميتها ميزة هذه أهميتها تحلل وتفصل شخصية الطفل أو الموظف ويقول لك هو وين يبدع أنه هو يبدع في المب... ممكن تخصص علمي تخصص فني أدب رياضي حتى يفصلتها بالتفصيل يعني هو مثلا يبدع بالبيع يبدع بالعلام يبدع بالإلقاء يبدع أنه مساعدة الغير فيفصلتها تفصيل وكل هالتحاليل مو بس تحليل واحد كل هالتحاليل موجودة على الإنترنت ببلاش أتمنى المدارس تخصص هذه التحاليل للطلاب أو يخصص مثلا اختصاص التنمية البشرية يكون موجودة بالمدرسة علشان يحلل هذول الطلاب قبل ما يدخلون الجامعة وطبعا لما الطالب يشوف هذا التحليل يفتح مخه أكثر يقول إيه صح؟ هو هذا اللي أنا أحبه هو هذا شغفي هو هذا اللي يريد درسه بنفس الوقت يعرف الأهل أكثر على الأولاد طيب إحنا أمام موضوعين الأهل خلي هسن أعفهم على صفحة على موضوع المعدل أنا بيودي أدخل الجامعة الفلانية لكن المعدل يمساعد كيف ممكن نواسي خلي نقول الطالب أنه يرضى باللي طلع على من جامعة بما مناسب المعدلة وليس لميولة المعدل شوفي هو الجامعات هواية مكثرة في كل البلدان فإذا ما انقبل بأول جامعة ممكن ينقبل بمئة جامعة غيرها مع كل لا في ألف إيه ومع كل إيه في ألف لا نعم فهي هذا المبدأ فمو لأنه أول جامعة قالت له لا بسبب المعدل مالتها معناتها أنه تسكرت الأمور بوجه فهذه الكلام لازم يتوجه لهذا الطالب يقولنا أنه أبواب النجاح موجودة الجامعات هواية وهذا أول طريقك ولو هذا مو زين إليك أو الجامعة هذه مو زينة إليك ورح ترفضك أكون أحسن إليك الخير جاي لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صحيح زين هسا نرجع الموضوع الأهل خاصة بمجتمعنا العربي في بعض الأسر خلي نقول أنه تريد دائما هندسة طب الجامعات والكليات الاختصاص العالي مثلا إذا ابنهم أو ابتهم قالت لهم أردى روح فنون جميلة أردى روح رياضة غالبا يسمعون اعتراض من الأهل هنا أنت شو تقولين للأهل أنه الطالب هو حاب هذا الاختصاص ضروري تسمعون للطالب ضروري قد ما أحنا يعني الأهل أحنا على العين والرأس وأفهم جدا لما الأم والأب يقول لك أتمنى ابني يطلع دكتور ولا بتي تطلع مهندسة مو غلط إذا ابنتك تطلع مهندسة فاشلة أو ابنك يطلع دكتور فاشل مو هذا حلمك ولازم يتذكرون الأهل أنه هو حلم الطفل حياة الطفل مو حياتك أنت فلازم تفرح به شنو ما كان لأنه أنت رح تفرح المهم هو ناجح لما نتشوفه ناجح فإذا نجح بالرياضة ومو بالطب المهم هو ناجح رح تفرح به فحللوا أولادكم خلي التحليل يبين لأنه لما نتشوف طفلك مبدع في مجال معين أنت أصلا ما رح تقدر كأب ولا أم أنك تقول لا ادخل مجال ثاني لأنه رح تعرف إبداع ابنك أو بنتك في هذا المجال نعم زين ميس فرضا الأم والأب خلي نقول على سبيل المثال هما في اختصاص معين ويحبون أطفالهم أنه يكملون هذا الاختصاص هل شون نقول الزن بالراس أو نقرأ بدماغ الطفل من هو صغير أنه أنت رح تكبر وتصير مثلا خلي نقول مهندس رح تصير مثلا فلان اختصاص هل هذا ينفع فعلا بالكبر أنه هو ينطبع بعقله أنه أنا من أكبر رح أصير بهذا الاختصاص إلا تأثير إلا تأثير بس أنه هو هذا فعلا رح يسوي هذا الشيء لا بس إلا تأثير جدا كبير بالذات لما هو في سن صغير مثل ما أعطي نفسي مثال أمي من أنا وصغيرة اتغنيني رح تبقى مهندسة وبقيت مهندسة آخر شي درست الهندسة ولفت ودارت الدنيا ودخلت الهندسة ولكن قد ما بدأ يعني صار عندي إبداع بالهندسة بصراحة بس ما كان عندي شغف شغفي الأصلي أني أساعد أوجه كلمة أساعد الإنسان أفهم المخ شون ممكن أعطاء للغير ورجعتي اختصاتي ودرستي باللي أنت حبيتي زين بعد عدنا دقيقتين ميس هذه النقطة في كثير أيضا سامعين أنه يدرسون ما يحبه ويريده لأم والأب لكن بعدين وراء ما يتخرجون يرجعون للي هما كان عندهم شغف هل هذه ممكن يعني حل وسط بين الاثنين ليش ليش يعني مع هو الوقت هذا يدرس بي يدرس بي ودافعين الوفات على الجامعة خليه يدخل بالشغف ويبدأ به من الأول ليش تضيع الوقت مع أنه حلو الواحد يدرس يعني يدرس هندسة يدرس طب بس إذا قدر يختصر الوقت ويشتغل من المجال الذي هو يحبه أحسن يفوت بالشغف من أولها وأيضا هذه كلها مصاريف أنه بالتالي الطالب يكلف أهلا كثير هو وبالذات هذه الأيام من الأسعار كلها طرات صحيح أعتقد أننا أقل من الدقيقة من الوقت صحيح الدقيقة تقريبا نصيح تتميس لكل طالب رح يتخرجوا الآن من الثانوية وأيضا لكل أم وأب طالب رح يتخرجوا من الثانوية لكل طالب هذا الواجب لكم أنتم تسووا تسووا تحليل 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 على الجوجل تحليل نفسية تحدد شنو هي شخصيتك وين تبدأ به وللأهل كونوا أنتم موافقين مع الأولاد شوفوا هم ما يريدون وسندوهم ودائما دائما وجههم للنجاح ودائما إذا قال لك الطفل أريد هذا الشي كون واقف جنبه نعم كون السفورت سند إلى شكرا جزيلا لتواجدت معنا في الاستوديو ولكل هذه النصائح حدثتنا ميس محمد أخصائية التنمية الاجتماعية شكرا جزيلا شكرا شكرا